تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في السفارة والقنصلية أفراح الأخوة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال الوطني الإماراتي بعدة فعاليات احتفالية تراثية نظمتها وزارة الثقافة السعودية وفراق فلكلورية بين هذه الأهزيج التي ترسم مظاهر الفرح على محي الكبار قبل الصغار وبين هذا الحضور الغفير الذي يميز إمارة دبي تشارك المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة أفراحها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الذي يعود هذه السنة في ذكراه السادسة والأربعين بمظاهر احتفالية عارمة طبعا هذا اليوم المجيد بالنسبة لكل دول مجلس تعاون الخليجي حقيقة هو يوم اتحاد سبع إمارات في عام 1971 هذه الإمارات السبع التي كانت عبارة عن مناطق صغيرة مفككة تحكمها من الشيخات صغيرة مختلفة كلها توحدت وحدها باني الأمة الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه المملكة العربية السعودية ممثلة في السفرة والقنصلية تشارك في هذه الاحتفالات بعدة فعاليات احتفالية تراثية نظمتها وزارة الثقافة السعودية وفرق فولخلورية من عمق التراث السعودية جابت الشوارع لتجسد وحدة الشعبين والعلاقة الأخوية التي تربط بين الإمارات والسعودية والتي تسودها الأخوة والاحترام والمصير المشترك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتبر دولة واحدة أخوان يربطنا الشيء الكثير من سنوات كثيرة نحن نقول لهم إن شاء الله كل عام والزمن كله والإمارات وشعبها وقيادتها بألف خير نتمنى لهم كل تقدم كل ازدهار زي ما شاركونا في احتفالاتنا في اليوم الوطني في السعودي نشاركهم اليوم في احتفالاتهم في اليوم الوطني اللي أقوله كلهم ربي ديمة على العرب وعلى المسلمين عاما إن شاء الله يا رب نشارك للشركة الوطنية السعودية النقل البحري اليوم الوطني السادس والاربعين لدولة إماراتها بين المتحدة تأكيدا للعلاقة الأخوية والمحبة بين البلدين وتعزيز الروح المحبة بين الشعبين الشققين ونتمنى لهذه الدولة دوام الازدهار والتقدم والتوفيق بذل الله وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات بالتنسيق مع قنصلية المملكة العربية السعودية في دبي ساهمت في إنجاح فعاليات احتفالات اليوم الوطنية السادس والاربعين بمنطقة سيتي ووك دبي والتي حضرها وفود سبعة وعشرين دولة عربية وأجنبية وعدد من القيادة الثقافية وجمهور غفير يتجاوز ستة ألاف شخص حيث استمتع الحضور بعدد كبير من الأنشطة جاء على رأسها مسيرة الشعوب في حب الإمارات والتي ضمت عدداً كبيراً من جاليات أكثر من سبعة وثلاثين دولة شقيقة والصديقة وعروض مختلفة تفاعل معها الحضور في أجواء احتفالية وسط هذه الأجواء الاحتفالية التي يسودها الفرح والسرور تشارك المملكة العربية السعودية من خلال عدة فعاليات اليوم الوطني الإماراتي لقناة الإخبارية عبدالطي بخوش دبي